الجزء الثاني بعد ما جبنا الشاي ونشربه وخدنا الشور كده علشان نتكلم مع حضرتك وحنا نفقين ورفعنا الفيديو الثاني على القناة ونبدأ نرد على امبراطورة تكنولوجيا انا هعمل القناة دي ده زي ما قلت لك وانا محتار بقى ابدأ في الجديدة من دلوقتي ولا استنى لما حضر شوية فيديوهات وابدأ في يوم بداية قوية هل لو نزلت مثلا فيديوهات يوم او يوم لا يعني 15 فيديو في الشهر ده معدل كويس لو هستمر عليه عايز اقول لحضرتك اهم حاجة الاستمرارية بس هبدأ قناة يبقى حضرتك لازم تركز في القناة النجحة تبدأ انت تشوف بينك وبين نفسك القناة النجحة اللي هتبدأ تركز عليها ودي حاجة هتفرق معك جدا انت ذات نفسك انا ما ينفحش اقولك اي قرار ما قرارات دي القرارات دي حضرتك هتبدأ تمسك وراء وقلم وتحددها بناء على رأيك الشخصي وعلى مجهودك اللي انت بتشوف انه بيبذل في المكان الصح لان حضرتك لو بتبذل مجهودك في المكان الغلط فانت بتخسر وانا مش عادة بتخسر السؤال التاني السلام عليكم ورحمة الله بركاته وماذا تقترح من منطق خبرتك انشاء قناة عربية واخرى اجنبية لاستفادة من ميزايات الاثنين ام التركز على قناة عربية وشكرا عايز اقول لحضرتك حاجة هنا بيختلف الموضوع من وجهة نظري مش خبرتي ليه الخبرة هقول لك اعمل اللي انت عايزه ليه لان انت لو عندك مجهود انك تعملتين اعمل لكن بناء على رأيك الشخصي اللي هو يوسف اللي هو انت عندك مية مليون في مصر بس او عندك في الوطن العربي مليار واحد طب ما ركز على المليار اللي موجودين عندي بلغتي من غير متعب من غير مذهق من غير من غير من غير يبقى الدنيا انا بيني وبينه رأيي الشخصي كده اللي هو رأيي الشخصي ان انا اعمل قناة عربية واهتم بالمحتوى او الجمهور اللي حوالي وحاجة مش هتتعبني فهمني افضل طريقة لذات ارباحك على القناة انشاء المحتوى بشكل مستمر واهم حاجة اكتر من تمن ده ويكون عندك جمهور جمهور مختلف من جميع البلدان لكن لو جمهورك تونسي بس او مغربي بس او جزائري بس او العراق هتعاني ومصر كمان بيعاني بيعانوا جدا لكن اتمنى ان حضرتك تفكر بشكل اكبر في انك تعمل قاعدة جمهرية في الخليج حاجة حلوة قوي بص بقى الخليج ده هتتعبك جدا لو انت عايز تستهدفهم لانك عشان تستهدفهم لازم تعمل محتوى هما بيدوروا عليه فده بيختلف من محتوى لمحتوى اشرح ازاي تجيب مايك من امازون مش محتوية مش بتاعتي روح لواحد هتليه بيشرح لكن مش محتوية انا بحب التخصص مخترع الفكرة انا بحبك واسمك حلو بس تصدقني انا مش حب اعمل كده ماشي هل لو كتبت اكتر من كومنتي بس مختلف هل هيدور القناة ولا يرفع رينك القناة لو على نفسك هيدورك ليه لانك بتكتب لمين لكن لو على حد مختلف يعني على حد مختلف انت ممكن تكتب مرة او اثنين او ثلاثة لكن ما تكونش سبام يعني مش بشكل متكرر ماشي ممكن تعمل فيديو تقييم يا ريت لو نصيحة مكان التقييم مش مكان لأسالة النظام نظام انا واحد ممشي بالنظام ليه مكان انا بعشق النظام بعشقه انا بحب اللي هو مع اني في حياتي الجخصية عفركوش لكن في المحتوى التعليمي بالذات او الحاجة ازاي دي انا ماشي بنظام هو اني امشي واشتغل صح وده اللي هيعود علي بالنجاح فهمني فمكان التقييم ليه تقييمه روح اطلب تقييمك واستنى دورك استنى دورك فهمني اه ايه رأي حضرتك في لوجو القناة فيه احسن بس هو حلو اللمضة والفكرة حلوة بس هو مش باين من برا يعني انت لو سابل فكرة اللمضة بس اه مش شرط الكتابة مش لازم الكتابة فهمني بس حاجة حلوة في فيديوهات كتير يجي 12 فيديو عبارة عن خلفيات باب جي وانا محتوى تعليمي واعلى فيديو في القناة 7000 اوعى تمسحه اوعى تمسحه اوعى تمسحه حيضمر لك القناة ممكن تمسح جزء كبير جدا منه وتسيب حتة صغيرة اللي هو تقطع الفيديو وتسيب حتة صغيرة وتكتب انه هو فكرة ولا اي حاجة في القناة كنت بتجربها فهمني؟ انا واندو سيبن وجربت محاكاية كتير ولا واحد يشتغل اعمل ايه؟ لا دي مش بتاعتي برضو والله مش بتاعتي انا واحد بتاع يوتيوب مش بتاع محاكاية دي روح لجيمانج او واحد بتاع جيمانج هيبدأ يتكلم معك هل راح ترفض القناة في حالة حزف الفيديوهات؟ وكيف استطيع رفع رنك القناة؟ لا هي مش هتتحذف مش هتترفض بسبب الف Cerre حدكية بتسلح اخطوقك بس رفع رنك القناة والفيديوهات الاتنين senate مع بعض هم واحد يعني مفيش اختلف بين رفع رنك المناتين والفيديوهات قراط القناة الاتنين والواحد الاتنين واحد لو الفيديوهات يرفعت القناة تترفع وللقناة ترفعت ما هي الفيديوهات اللي هترفعها؟ فهمني؟ سؤالك الحالة الاخيرة ده أنا شايف ان هو مش في محلوا يبقى انركض شوية في الفيديوهات نفسها والكلمات المفتاحية والفيديوهات الليها جمهور بشكل مستمر ده حيفيدك الفيديوهات القصيرة وكيف تبدأ فيها من الصفر لن اتحدث عن الفيديوهات القصيرة وخباياها الا لما ادفع الربح لها خبايا بس مش هتكلم عليها والله لها خبايا بس مش هتكلم عليها مش بتاعتي ليه مش بتاعتي لاني مش هينفع اجرب على قناواتي لازم تجرب على قناوة رينك بتاعها عادي فهمني وتحط رينك عادي ازان انا جربتها على قناوة ميتة جابت لألف وخمسونة مشاهدة في يوم لكن مش هتكلم عن الموضوع ده ومحتاج حضرتك تفهم الفيديوهات القصيرة مش نجاح على اليوتيوب هو شهرة ولا سمجاح بالي سنة ونص على اليوتيوب ولا قدري سوف انجح ام لا بسبب شغلي طول اسبوع ما حقدر لحضرتك حاجة اربع فيديوهات وشغلي والحاجات دي بتاعتك مش بتاعتي يعني دي بتاعتك مش بتاعتي والمرة السادة انا اول مرة اشوف حضرتك صدقني وبارد عليك اهو ليه لاني كل واحد بينشر في المكان الصح انا باجي رد على الكومنتات في الاكتر المتوحد فانت بعضت المرضي في المكان الصح وانا ردت عكليك في المكان الصح انجح ولا لا دي الثقة فيه النفس انا متأكد ان انا كنت حنجح اول بدت على اليوتيوب وإلى الان متأكد انا حوصل لمكانها بعيدة وبفكر فيها ان انا كن المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب ودي حاجة انا شايفها جوايا عايزة اسسها بيني وبين نفسي مهما ان كان مهما حصل اي حاجة من حاجات دي علشان كده بقول لحضرتك خلي عندك قيم في نفسك نيجي للشغل في طول الاسبوع عايز بقول لحضرتك حاجة انا بصور الفيديو ده الساعة اربعة لو بين قدام حضرتك الساعة اربعة الفجر اللي بيوز اشتغل بيشتغل واللي بيوز اتحجج بيتحجج انا ممكن ادخل من القوضة ولا نتعبالي النهاردة وروح شارب كوباية الشاي بتاعتي وروح متوكل على ناي ولا عامل لك فيديو ولا اتنين بص 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 لو جيت بصت معي شوف شوف كده شوف 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 ولا فيديو ولا اتنين ولا تلاتة ولا الرابع اللي بتعمل ولا عامل لك حاجة ما انا عامل فيديوهات لبكرة استنى لبعد بكرة اللي بيوز اشتغل بيشتغل ما تقولش شغلي شغلك هياخد منك 24 ساعة شغلك بياخد منك 8 ساعة 9 ساعة 10 ساعة 12 ساعة لو انا زيي بشتغل بشتغل 12 ساعة 12 ساعة طيب فيه 18 ساعة تانين بتنام تمانية فيه 4 تانين بتقعد على القهوة وبتقعد مع صحابك وبتقعد مع مراتك وبتقعد مع ولادك انت بقى السمت الوقت غلط دي بتاعتك بيتنا نعرف فيش جد بدانة لا والله مش فيه تقيمات نعرفة ليش انت اسطورة يزيد والله حبيبي ربنا يسعدك شكرا جدا كسفتني والله مطبخ الدزيز ايه اكتر صفة مش بتحبها في شخصيتك غير العصبية لا على فكرة بحب العصبية جدا مين عليك انا ما بحباش بحب العصبية جدا على فكرة انا عصبي وبحب العصبية ليه لازم دلقك لازم تحب دهك تشوفه لازم تشوف نتيجة افعالك لازم تزول نتيجة افعالك بس لكن اكتر حاجة مش بحبها فيها متسرع متسرع جدا يعني عادي جدا ممكن ابيع اللي قدامي في ديئة في سواني دي اكتر حاجة يعني مهما ان كان عشرة العمر بيننا وبينه لو ما كانش متمسك بيا في اخر اللحزة مع السلامة ما يهمنيش ودي حصلت في حياة كتير اه انا بيع انا عايز اسألك ليه في بعض الفيديوهات بتكون بتاعة تلاتة واربعة وخمسة فيديوهات تانية بنفس طول المدة الفيديو الاول اللي هيك لاربين بتاعه عايز اقول لحضرتك حاجة في تفاعل في تفاعل على الفيديو ده وعلى الاعلانات دي انا بتفاعل فلما اتفاعل على الاعلام بيعلي ماشي لما يكون الكلام حضرتك ده واحد من عشرة وخمسة دولار كده في نقارات غير شرعية لازم تركزي حرفين فيها لازم تركزي حرفين في الموضوع ده مفيش فيديو طبخ في الوقت اللي احنا فيه ده يجيب لك خمسة دولار اربعين وخمسة دولار كتير اربعين من خمسة دولار دي للشركات الكبيرة زي مثلا العملات الحاجات دي خصوصا في الشرق الاوسط فهنا نبدأ نفهم ان فيه حاجة بتحصل عندك غلط شرح مفصل الشرح وضح نفسه ان هو حضرتك اصلا كده ماشي بطريقة او فيه حاجة بطريقة غلط عندك مثلا بتعمل التبادل على الفيديو ده فلو ده بيوصل الاربين بتاعه عادي معرفش حضرتك بتعمل ايه بس بتكلم بصفة عامة يعني مش اتهام لحضرتك انا قاسف جدا مش اصدريكي انا اصدري عموما فاهماني فدي حاجة انا شايفها ان ما فيش اربعين في الشرح القاصل دلوقتي خمسة غير بعض المحتويات مش طبخ منها مش طبخ بوناقعة تجربة شخصية كتيرة انت يعلق لما يكون عندك اقل حاجة خمسة او ست نقارات على الاعلانات فيعلق الاربين بتاعها تمام دي الوضع الصح لكن الاربين المعقول من واحد دولار لاتنين دولار ده لما يكون ايه الدنيا وقفة علي قوي لو جينا بصينا على الفيديو مسلا ده اهو اللي هو ده اهو انت عادش راح منفصلة شوية اهو دخلنا على اهم فيديوهات عندي في القناة وجينا على فيديو اللي جايب لي مشاهدات كتير جدا ودخلنا على احصائيات ودخلنا على الاربين بتاعه وشوفنا الاربين جايب مشاهدات كتيرة وجايه بساعات كتيرة. الارب اين بتاعه كام? واحد تلاتاشر واحد اتنين. يوم ما بيقى لتنين. يوم ما بيقى لتلاتة اتنين اتنين تلاتة اتنين اتنين تلاتة. بص هو ده. بناء على ايه? على الجمهور نفسه. هل عمل حاجة? هل في واحد ساب الفيديو للاخر عن الاخر? حد واحد تفاعل مع القناة? هل حصل حاجة? حاجات دي بتفرق. فاهماني? طيب. هل لو انا بنزل فيديو كل يوم ينفع خلي كل يومين عشان فيديوهات ما بتجيبشي مشاهدات خالص? ولا ممكن لينك القناة يبوز اكتر ما هو بايز? ولا كمل عادي زي ما انا شغال وهل الوصف دي اهمية كبيرة في الفيديو? يرفع المشاهدات ولا لا? علشان بشوف ناس بتنزل فيديوات من غير وصف. وبتجيب مشاهدات كتير. بص متنزل كان فيديو لنا ولا انت ولا اي حد يقدر يوليها لك غير احصائيات قناتك. الاحصائيات مش حلو? هتقدر مش حلو. احصائيات واعة يبقى لازم تعيد حساباتك في الخطة اللي انت عملها. لو كل يوم لأ قل شوية. او قطر اكتر. شوف الفرق. لازم تجرب بينك وبين نفسك. هي تجارب في احصائيات قناتك وتفهم وتركز على احصائيات. تاني حاجة الوصف دي اهمية لو حد قالك ملوش اهمية اضربه بالنار اقتله. قلو انت غبي. الوصف دي اهمية كبيرة جدا في القناة. كبيرة جدا فوق ما تتخيل. الوصف رهيب. رهيب فوق ما تتخيل. لكن في ناس بتعمل فيديوهات من غير وصف. انا عملت فيديو من غير وصف. من غير عنوان. من غير صغيرة. من غير كبير مفتحية. وجاب مشاهداتي. ليه? لانك عندي قاعدة جمهرية. ما تقرنش بدايتك بنهاية الاخرين. ما تقرنش نفسك بواحد خلاص بقاله سنين على يوتيوب. ونزل فيديو من غير اي حاجة وجاب مشاهدات. اي حد هيدخل يشوفوا الفيديو ده. هقول الشخص اذا لا عامل كلمات مفتحية. ولا عامل صورة مصغرة. ولا عامل اي حاجة. ومع ذلك عنده مشاهدات. طب ايه? نعمل زيه? لأ. انا نفس الشخص بقولك لأ. غلط. فهمني? السلام عليكم كيف اخبارك? ان شاء الله تمام. سؤالي. هو كيف تعرف ان الموسيقى على حق طبعه ونشر. صدقني ما عرفش. بس بيجي لك مطالبة فيه. لما بتنزلوا. بيجي لك هنا في الاحصائيات. انا معرفش ايه ايه الفيديوك اللي على الموسيقى ولا مش على موسيقى. انا معرفش. ادخل كده عندك على ستوديو يوتيوب. بعد ستوديو يوتيوب على المحتوى. بعد المحتوى. بيجي لك هنا القيود. لو لقيت مطالبة يبقى عند حضرتك طبعه ونشر. تمام? هل تعديم الفيديوات في اداة التعديد بشيء محتوى المقرر? لا طبعا. لا طبعا. حسب ايه المحتوى المقرر? يعني الصوت والصوت ممكن يكون محتوى مقرر. اه جزء من الفيديو ممكن محتوى مقرر. لكن لما تعمل تعميم على الفيديو كله. نا اما مش اليوتيوب مش هيكون حاجة. يعني مش هيحس انه فيديو اصلا مش بيقدني قيمة. فهينا هيبدأ نشوف بعد التعميم اضاف قيمة ولا ماضافش قيمة. بس. الاتنين حلوين وانتبع في ادنين. ربنا ساتك. سؤالي الحين لا قدر له وانسرقت مرة تانية. زي ما صار معك في المحل. وانسرق كل شيء مثلا اشياء غالية زي الكاميرا وغيره. وش راح تسوي? وتمنى تقول اسمي يا جو. سونيوريتا راج. صح? سونيوريتا راج. طيب. لا اقول لك حاجة. مين قال لك ان انا لما انسرقت كان اول مرة. او كان اول عقق. او بعد السرقة ما حصل ليش عقق تاني. انا عندي يقين في نفسي جدا ان انا قادر اتخطأ اي مشكلة في حقيتي. عادي جدا كلنا كلنا عند بشر وكلنا بنمر بانتكاسة في حياتنا. هي حصل لك انتكاسة. انا مسلا قعدت 8-19 ما بقى بطش. ايام الكورونا واقعد. ما بعملش اي حاجة. اصرف فلوس بس. ومسافر من مصر للسعودية معي 8 جنيه. فهنا نبدأ نقول انت ذات نفسك عندك يقيم بنفسك. وامان بنفسك انك تقدر تتخطى. انا دلوقتي اقول لك او. انا دلوقتي اقول لك او. ليه لان انا بقى عند قوة الحمد لله اللي تخليني اه قبلت لحوش. يعني انا قبلت نفل الوحش. فالحمد لله ده بشكر ربنا عليه. واهلي اللي دعموني في كل حاجة بعملها. وخاصة بمطي وبابايا. يعني خاصة بمطي وبابايا. اخي انا وصلت لأدمن تابعك. ايه لأدمن تابعك? اسمها ادمن القناة. تابعك ايه? شوية. قلت لهم ان داي ستوميت مشترك وريد اعمل بس مباشرة من يوتيوب. لكن تطلع ليه تحذير التواصل مع. قال لي تابعك برنامج اكتر كتير اعمل فيها بس مباشرة. ايش افضل برنامج? طيب يعتزر التواصل مع اليوتيوب هل تم حظر البس مباشرة بتاعك ولا لأ? او اصلا البرامج لما بتيجي تعمل بس مباشرة بتديك ولا مش بتديك? ولو حضرتك عملت بس مباشرة من اليوتيوب نفسه. ايه الرسالة اللي بتزهر لك? الرسالة بتزهر لك ان انت ما كملتش الشروط ولا لأ? كل الحاجات دي بتفرق بصراحة. بس اعتقد ان الادمن انت سألته مع البرنامج. ازاي تعمل ببرنامج? ما وضحت عشي الكلام ده. لان الادمن لو شايف الكلام ده حيقولي حضرتك ادينا سكرين. فبعد اذنك لو الادمن قال حاجة من حاجات دي فانا قاسف في حضرتك جدا. ابعت لنا سكرينة عشان نبدأ نشوف التفاصيل ايه? لان احنا كادمن ما بنردش جدا ما بنشوف بعينينا. لان الموضوع بيختلف من شخص لشخص ومن قناة لقناة ومن مشكلة لمشكلة مهما ان كان نفس الرسالة. حقك علي. تمام? معلش يا عم ايمن والمبدعين. اتمنى تبعث لنا الرسالة. ابتاعات رفايدة. كل الاسموم رفايدة كده. اختي. على طول بلاقي مية تعليق ليكي. بس مش مشكلة. انا عايز اعرف ايه اللي بعملو غلط او لا. انا صراحة عمري ولا اشتغلت في بي اين ولا عملت بس من يوم ما فتحت قناة بس اشتغلت الف ساعة. كل مشتخلين دخلوا واحدة اهم عمري ما كزا 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 كزا. اه واخت اشتغلت جروبات رفع ممكن فترة طيب. اه بص اقول لك حاجة قبل ما ارد على كلام ده كله لانه كلام ده كله كبير. ده شكل ان حضرتك عايزة تقييم للقناة. فانا مش حقدر اعمل تقييم للقناة. انصح نخلي المحتوى متنوع بين الاتنين ولا امسك حاجة واحدة. لا اعملي تخصص. واحفظ اللي التخصص مهم جدا. اعزوين يا رفايدة متنوعة. مفيش قناة متنوع. ام بي سي ام بي سي سري اطفال. ام بي سي اللي هي السورية. ام بي سي المصرية. ام بي سي مصر اتنين. فهي دي حاجة انتزة نفسك. لازم تختاريها. انا حبدأ اقدم الى الناس. تمام? اه دلوقتي انا محتوية العاب جاتا بس الدعم قليل. لما بنزل العاب جاتا بجيب مشتركين. فتنصحني اعمل ايه? اناتزل. حتى اللي الناس بتدور عليه يا جينفور جاتا. الناس بتدور على ايه? فحاول تركز على الناس بتدور عليه. بس. فاهمني? دلوقتي لو عايز اعمل قناة مثل الحصريات المتوحد. ودلوقتي مش عايز ازهر بويه. هل مسلا اعمل شكل كرتون? ولا على الكمبيوتر? ولا هتمنى تاخد سالب جدية? طبعا هاخده الجدية. على فكرة احنا معنا ادمن في حصريات المتوحد اسمها الادمن صورة. بتقدم محتويها على شكل الفيديوهات. وده مقبول قال انه شكل الفيديوهات. فيها بعض الاخطاء هتبدأ اتعدلها مع الوقت. لما تشتغل اكتر وهي مسلا يعانيات ما تظهرش الحاجات دي ما تظهرش. وان هتعمل الفيديوهات وتكتب مسلا اي كتابة في الموضوع. الحاجات دي كلها هيتم حلها قدام. فحضرتك قادر تعمل قناة? اه قادر تعمل قناة. حتى لو ظهرت بشكل كرتون. قادر. تقدر جدا سهل جدا. فاهمني? فربنا يوفقك. وان شاء الله تقدر تعدي حصرات المتوحد. لان احنا اصلا في حصرات المتوحد مش اخدناها جدية قوي. احنا احنا ازا كان انا او للادمن صورة طالعين عينينا في المتوحد فكرة. يعني عايز اقول لك حاجة. انا حصرات المتوحد قناة. اه البیبي بتاعتنا. بس بص見. عايز اقول ريك حصائياتها. يعني عايز اقول ريك حصائياتها. صل في واحد كان بتكلم من فترة بيقول لك ايه. القناة بتاعتها اه حصرات المتوحد فشلت. فشلت فين? انا بجيب الف وربعمائة مشاهدة في اليوم. انت ازا نفسك قعدت سنين طول عمرك شخص نفسه. سنة عمرك كان قناتك فيها تلتمائة مشترك. انا شايفها تلتمائة مشترك. فانت بتتكلم بتقولين للقناة مش لاجحة. فين? وما بنزلش فيديوهات كمان خد بالك. يعني ما بنزلش فيديوهات بص 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 اهو. خمسة وخمسين مشاهدة ولسه في البداية. فاهمني? عندنا فيديو لو جينا دخلنا على الاحصائيات دخلنا على الحصائيات الكبيرة جدا. عندنا فيديو زي ده. لو دخلت عليه احصائياته هتلاقيه جايب التلتاشر الف مشاهدة. اربعتاشر الف وربعمائة. ولو دخلت عليه على نفس مستوى الوصول هتلاقي الفيديوهات مكترحة. والحمد لله موزات الصفح. الحمد لله ده احنا بنشكر ربنا عليه. فحضرتك تقدر تعمل قناة? قد تعمل قناة. عايز حل عدم ظهور جدول تنزيل الفيديوهات. قريب جدا هتشوف حل رهيب. حينفعك. بس لازم ورقة وقلم وانت بتشوف الحل ده. جو سؤال ليك شخصي. كل شخص مر فينا موقف خلته زي ما هو دلوقتي يقوم مستمر وبيعفر عشان يوصل. ايه الموقف اللي حصل لها خليك قوي? كده. وشكرا. آآ آآ موقف اللي حصل لي وخلاني قوي? ممكن يكون نظرات اللي حوالي بس. اللي هو مثلا انا كنت مسلت لمرحلة حلولة جدا. وبعد كده نزلت. النجلة دي لما كنت بشوف مامتي وهي بتبصر لي زي ايه دا يوسف? فاهم? شكلي بقى ودقن واتحس ان هو واحد شايبوب وشيخ كبير كده. فده اكبر حافز ليه ان خلي ام تبصر لي دايما مفخر. وربنا يباركلي في هي وابايا بصراحة. يعني مش عايز اتكلم عن اكتر من كده بس هم بصراحة اليوم مفضل علي كتير جدا. يعني ده واحد انا بنادل فيديوات قصيرة وراح اشير مشهور. اكتر مني? طيب. الله اسعدك. مرحبا لان لسيت كلمة المرور وايميل حساب تابعي. هل ممكن اقدر افتح جديد? اتمنى الرد علي لاني قريبا راح اكمل شورت. لا تعمل ايميل تاني بشخص تاني بحد تاني مختلف غير نفسك. اخوكي اختك مامتك بنتك اي حاجة من الحاجات دي. نصيحة بس تقدري? اه في خدعة ممكن تعمليها بس. انا مش حبزها لاني ممكن في يوم الام تقعي في مشكلة. انا الى الان قدرت ارد على حضراتكم في سبعة وستين سؤال. وصدقوني انا لو بس مش برجع متأخر والساعة اربعتاشر ونص يعني اربعتاشر نص هي اربعة واربعتاشر دقيقة. فكنت عملت بس مباشر. فعذروني حقوق علي. انا الفترة الاخيرة عندي ظروف في حياتي الشخصية كتيرة جدا. فاتمنى انك تاخد بالك من موضوع ده غزب عني. ولكن مستمرين في السلسلة اسألني وحاجاتهم. اللي اتزر حضرتك يوم خميس او جمعة. لان الفيديو طلع عشرين دقيقة. واللي قبله طلع تساعتاشر دقيقة. واللي قبله طلع احداشر دقيقة. فانا حاس انها بطور عليكم كتير. شكرا للجميع.